إن شاء الله خير وإهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من السادسة حلم التامنة اللي بدأنا نعيشه مع منتخبنا الوطني ولقاء اتوصف بأنه مباراة بدية ولكنها مباراة من وجهة نظري في منتهى الجدية مباراة ترقى إلى مستوى المباراة الرسمية أعتقد أنه الجميع ينتظر النهاردة نسخة قوية من منتخب مصر الوطني إن شاء الله اللي يبدأ مشواره أمام موزنبيق يوم الحد اللي جاي في بداية انتلاقة بطولة أفريقيا كل التوفيق لمنتخبنا الجمهور النهاردة والنقاد والمحللين وكل الشعب المصري اللي حقيقة عينوا على مباراة بالنسبة له مهمة جدا مهمة لكذا سبب مهمة لأنها التجربة الأخيرة أو البروفا النهائية قبل بداية المشوار رسميا في بطولة أمام أفريقيا في كوديفور نتمنى إن شاء الله منتخب مصر يطمننا ويبعث رسالة للجميع أنه يذهب إلى كوديفور إلى ساحل العاج بحثا عن اللقب الثامن في تاريخ منتخب مصر خلينا أقول لحضراتكم قائمة اللي هيبدأ بيها روي فيتوريا مباراة النهاردة في حرص المرمى اختار روي فيتوريا محمد صبحي خط الظاهر عمر كمال أحمد حجازي محمد عبد المنعم أحمد فتوح أربعة تلاتة تلاتة هي الطريقة اللي هيعتمد عليها فيتوريا في تص الملعب اختار محمد النني مروان عطية وإمام عشور وفي الجناح يمين محمد صلاح جناح شمال محمود رزيجي وفي قلب الهجوم اختار مصطفى محمد عن أهداف فيتوريا وعن شكل المنتخب وعن طريقة وإسلوب لعب اللي أعتقد أنه ممكن يكون لقاء النهاردة بروفا تحضيرية على أهل لمواجهة موزنبيق انتلاقت مشوارنا في بطولة أفريقيا